موسيقى أعزائي طلبات وطالبات الصف الحادي عشر أدبي أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات وهي بعنوان المرافق واستخداماته سوف نبدأ بشرح هذا الموضوع بعد فاصل قصير موسيقى موسيقى أعزائي طلبات وطالبات الصف الحادي عشر أدبي نعود إليكم من جديد ودرسنا لهذا اليوم المرافق واستخداماته المرافق نستخدمه عزيزي الطالب في العدد لما يكون عندي غير نسبي مثل الجذر التربيعي للعدد أثنين هذا العدد عدد غير نسبي مرافق هذا العدد هو الجذر التربيعي للأثنين احنا ليش قلنا مرافق لأنه لما أني نضرب الجذر التربيعي للأثنين في الجذر التربيعي للأثنين يساوي العدد أثنين وهو عدد نسبي إذن نستخدم عزيزي الطالب المرافق لتحويل الأعداد الغير نسبية إلى أعداد النسبية نأتي إلى التمرين اللي بعد المثال ثلاثة زاء الجذر الخمسة مرافق هذا العدد هو ثلاثة ناقص جذر الخمسة لما أني نضرب العدد الغير نسبي اللي عندي في مرافقة ثلاثة زاء الجذر الخمسة في ثلاثة ناقص جذر الخمسة وهو على صورة تحليل الفرق بمربعين يساوي تسعة ناقص الخمسة وهو مربع الأول ناقص مربع الثاني يساوي أربعة وهو عدد نسبي نأتي إلى التمرين اللي بعده احنا التمرينين اللي قبوا خذيناهم جذور تربيعية نأتي إلى مرافق الجذر التكعيبي لاحظ عزيزي الطالب الجذر التكعيبي لأربعة لكل تربيع مرافق هذا العدد هو الجذر التكعيبي للأربعة أنزين خاني نضربهم في بعض وهو باستخدام خاصية الجذر التكعيبي لسين في الجذر التكعيبي في صاد يساوي الجذر التكعيبي في سين في صاد يساوي الجذر التكعيبي لأربع الكل تربيع في الجذر التكعيبي للأربع يساوي الجذر التكعيبي لأربع الكل تكعيب يساوي أربع وهو عدد نسبي إذا كان عندي عددين سين وصاد سين عدد غير نسبي أني بمرافق العدد سين وهو صاد عند ضرب سين وصاد ينتج عدد نسبي ونقول أن سين هو مرافق العدد صاد إذا كان سين وصاد عددان غير نسبيان وكان حاصل ضرب سين في صاد عددا نسبيا فإنه سين مرافق العدد صاد وصاد مرافق العدد سين لإعادة كتابة كسر مقامه جذورا تربيعية أو جذورا تكعيبية بصورة كسر مقامه عدد نسبي وذلك بضرب بسط الكسر ومقامه في مرافق المقام والآن عزيزي الطالب سوف نأخذ أمثلة وتمارين على استخدام المرافق مثال واحد اختصر كل مما يلي بحيث يكون المقام عددا صحيحا واحد اثنين في الجذر التربيعي للعدد اثنين وثلاثين على خمسة جذر التربيعي للاثنين انظر عزيزي الطالب إلى التمرين ننظر إلى المقام المقام عدد قير نسبي نضرب المقدار كله في مرافق المقام وهو خمسة جذر التربيعي للاثنين بسط والمقام يساوي نضرب اثنين في جذر التربيعي للاثنين في خمسة جذر الاثنين على خمسة جذر الاثنين في خمسة جذر الاثنين يساوي عشرة الجذر التربيعي لأربعة وستين على خمسين وهو حاصل ضرب خمسة في خمسة في اثنين يساوي خمسين يساوي نقدر احنا نختصر البسط مع المقام يعطيني الجذر التربيعي للاربعة وستين ثمانية وعشرة ضرب الثمانية على الخمسين يساوي ثمانية على الخمسة والآن عزيزي الطالب ننتقل إلى أمثلة للمرافق واستخداماته مثال رقم واحد اختصر كل من ما يلي بحيث يكون المقام عددا نسبيا نأخذ التمرين الأول أثنين في الجذر التربيعي لأثنين وثلاثين على خمسة الجذر التربيعي للأثنين يساوي هنا ننظر عزيزي الطالب إلى المقام المقام عدد غير نسبي نضرب البسط والمقام في مرافق العدد خمسة جذر أثنين وهو خمسة جذر الأثنين يساوي نضرب البسط في البسط والمقام في المقام أثنين جذر التربيعي لأثنين وثلاثين في خمسة الجذر التربيعي لأثنين على خمسة الجذر التربيعي لأثنين في خمسة الجذر التربيعي لأثنين يساوي أثنين في خمسة يساوي عشرة جذر الأثنين وثلاثين في جذر الأثنين يساوي جذر الأربعة وستين إذن البسط عشرة جذر الأربعة وستين نأتي إلى المقام خمسة في خمسة خمسة وعشرين جذر الأثنين في جذر الأثنين يساوي أثنين إذن خمسة وعشرين في أثنين يساوي خمسين يساوي الجذر التربيعي للأربعة وستين يساوي ثمانية إذن عشرة في ثمانية على الخمسين نختصر يعطيني ثمانية على الخمسة نأتي إلى مثال آخر اختصر كل من ما يلي بحيث يكون المقام عددا نسبيا نشوف التمرين البسط القص ثلاثة زائد الجذر التربيعي للعدد أثنين على الجذر التربيعي للثلاثة ننظر عزيزي الطالب إلى المقام وهو عدد غير نسبي بنحوله إلى عدد نسبي نضرب البسط في المقام نضرب المقدار في مرافق المقام وهو الجذر التربيعي للثلاثة إذن يساوي ثلاثة في نوزع الضرب على الجمع جذر الثلاثة في الثلاثة وجذر الثلاثة في جذر الأثنين جذر الثلاثة في جذر الثلاثة يعطيهم ثلاثة جذر الثلاثة وجذر الثلاثة في الأثنين يساوي جذر الستة ننظر إلى المقام المقام في بعضه جذر الثلاثة في جذر الثلاثة يعطيني ساوي ثلاثة ننتقل عزيزي الطالب إلى تمرين آخر عزيزي الطالب لاحظ أن للعدد أكثر من مرافق نأتي إلى التمرين الذي أمامك أربعة ناقص الجذر التربيعي للثلاثة على أثنين جذر الخمسة نشوف المقام عدد غير نسبي وله أكثر من مرافق ممكن يكون مرافقة أثنين جذر الخمسة وممكن يكون مرافقة جذر الخمسة فممكن أني أنا أضرب المقدار اللي عندي في مرافق العدد أثنين جذر الخمسة وهو جذر الخمسة في جذر الخمسة بعد ذلك نجري عمليات توزيع الضرب على الجم جذر الخمسة في أربعة يعطيني أربعة جذر الخمسة وجذر الخمسة في جذر الثلاثة يساوي ناقص جذر الخمسة على أثنين جذر الخمسة في جذر الخمسة يعطيني أثنين في خمسة يساوي عشرة لاحظ عزيزي الطالب أن البسط هل في حدود متشابهة أقدر أنا أجمعها مع بعض ما في إذن ينزل نفس ما هو وأثنين ضرب الخمسة يساوي عشرة ننتقل عزيزي الطالب إلى تمرين آخر وهو اختصر كل ما يلي بحيث يكون المقام عددا نسبيا نأخذ التمرين أثنين زائد الجذر التربيعي للخمسة على ثلاثة ناقص الجذر التربيعي للخمسة لاحظ عزيزي الطالب أن المقام غير نسبي سوف نتطرق إلى المرافق مرافق المقام وهو ثلاثة زائد جذر التربيعي للخمسة نضرب كل من البسط والمقام في مرافق المقام يساوي ثم نضرب نوزع عملية الضرب إلى نوزع عملية الضرب على الجمع أثنين في ثلاثة يساوي ستة وأثنين في جذر الخمسة يعطيني زائد أثنين جذر الخمسة زائد جذر الخمسة نضربها في الثلاثة يعطيني ثلاثة جذر التربيعي للخمسة الجذر التربيعي للخمسة في الجذر التربيعي للخمسة يعطيني زائد على المقام لاحظ أن المقام على صورة تحليل الفرق بين مربعين وهو عبارة عن مربع الأول ناقص مربع الثاني مربع الأول ثلاثة لكل تربيع ومربع الثاني مربع الجذر الخمسة لكل تربيع يساوي خمسة يساوي نجمع الحدود المتشابهة بالبسط عندي الستة تنزل زائد الحدود المتشابهة وهي أثنين جذر الخمسة جذر التربيعي للخمسة زائد أثنين زائد ثلاثة الجذر التربيعي للخمسة أثنين زائد ثلاثة يعطيني خمسة جذر الخمسة زائد جذر التربيعي للخمسة في الجذر التربيعي للخمسة يساوي خمسة على المقام ثلاثة لكل تربيع تسعة ناقص الجذر التربيعي للخمسة تربيع يساوي خمسة يساوي نجمع الحدود المتشابهة بالبسط ستة زائد الخمسة أهدعش زائد خمسة جذر التربيعي للخمسة على تسعة ناقص الخمسة يساوي أربعة وهو لاحظة عزيزي الطالب أن المقام عددا نسبيا ننتقل إلى تمرين آخر ننتقل إلى تمرين آخر وهو أختصر كل مما يلي بحيث يكون المقام عددا نسبيا نشوف التمرين جذر التربيعي لسبعة زائد الواحد على ثلاثة ناقص الجذر التربيعي للسبعة لاحظ عزيزي الطالب أن المقام عددا غير نسبيا سوف نستخدم مرافق المقام بضرب المقدار في مرافق العدد وهو ثلاثة زائد جذر السبعة نوزع عملية الضرب على الجم بضرب جذر السبعة في الثلاثة ثلاثة جذر السبعة جذر السبعة نضربه في جذر السبعة يعطيني زائد جذر السبعة في جذر السبعة خلصنا من جذر السبعة نأتي إلى الحد الثاني وهو الواحد نضربه في الثلاثة واحد في ثلاثة ثلاثة وواحد في جذر السبعة يعطيني جذر السبعة على لاحظ المقام عزيزي الطالب على صورة تحليل الفرق بين مربعين إذن مربع الأول ثلاثة لكل تربيع ناقص مربع جذر السبعة يساوي نجمع الحدود المتشابهة في البسط ثلاثة جذر السبعة زائد جذر السبعة في جذر السبعة يعطيني سبعة زائد الثلاثة زائد جذر السبعة على تسعة ناقص سبعة نأتي إلى البسط نجمع الحدود المتشابهة في يساوي ثلاثة جذر السبعة مع موجب جذر السبعة جذر التربيع للسبعة ثلاثة زائد الواحد يعطيني أربعة جذر السبعة وسبعة زائد الثلاثة يساوي عشرة إذن زائد عشرة تسعة ناقص سبعة يساوي أثنين يساوي نلاحظ عزيزي الطالب أن البسط في عام المشترك وهو الأثنين نقدر نطلع الأثنين عام المشترك يعطيني أثنين في أثنين جذر السبعة زائد الخمسة نقدر نختصر الأثنين مع الأثنين يعطيني الناتج النهائي أثنين جذر السبعة زائد الخمسة ننتقل عزيزي الطالب إلى مثال رقم أثنين إذا كان سين يساوي أربعة على جذر الخمسة زائد الواحد فأوجد قيمة المقدار سين تربيع ناقص الواحد أربعة على جذر خمسة زائد الواحد لما نضرب سين في سين لازم يكون اللي هي سين تربيع لازم تكون سين مبسطة عشان أبسط أنا سين لازم أشوف أن مقامها مقامها عدد غير نسبي فأي هنا أضرب المقدار اللي عندي وهو قيمة سين في مرافق المقام يعطيني أربعة على جذر الخمسة زائد الواحد في مرافق المقام أضربه بالبسط والمقام وهو جذر الخمسة ناقص واحد على جذر الخمسة ناقص واحد نجري عملية توزيع الضرب على الجمع أربعة في جذر الخمسة وأربعة ناقص الواحد على الجذر التربيعي لخمسة زائد الواحد في الجذر التربيعي لخمسة ناقص واحد وهو على صورة حاصل ضرب تحليل الفرق بين مربعين وهو مربع الأول خمسة ناقص مربع الثاني واحد فهو خمسة ناقص الواحد يساوي أربعة نختصر الأربعة بالبسط مع الأربعة بالمقام يعطيني سين تساوي الجذر التربيعي لخمسة ناقص الواحد قيمة المقدار سين تربيع ناقص واحد يساوي احنا طلعنا قيمة سين كم تساوي؟ جذر الخمسة ناقص الواحد إذن لما أي أربع جذر الخمسة ناقص الواحد وهو على صورة شنو؟ المربع الكامل احنا خذينا سابقا إيش لو نفتح المربع الكامل؟ اللي هو مربع الأول زائد أو ناقص على حسب إشارة الأوسط اللي عندنا معاي فإن يش نسوي؟ نقول مربع الأول ناقص أثنين في الحد الأول في الحد الثاني زائد مربع الثاني قل نطبق اللي قلنا؟ عندي جذر الخمسة ناقص واحد لكل تربيع عوضنا بقيمة سين اللي احنا طلعناها ناقص الواحد يساوي مربع الأول خمسة حاصل ضرب طبعا تنزل شنو؟ الإشارة اللي هي إشارة سالبة ناقص أثنين في الحد الأول في الحد الثاني أثنين في واحد في جذر الخمسة زائد مربع الحد الثاني واحد ناقص الواحد هنا صارت عندي عملية جمع الحدود المتشابهة عندي خمسة زائد الواحد يعطيني ستة ستة ناقص الواحد يعطيني خمسة إذن يساوي خمسة ناقص أثنين جذر الخمسة وهو قيمة سين تربيع ناقص واحد اللي طلبها مني في بداية التمرين عزيزي الطالب ممكن استخدام حل آخر في حل التمرين السابق وباستخدام المعلومات التي أخذت سابقا أو في السنوات السابقة المخدار عندي عبارة عن سين تربيع ناقص واحد وهو عبارة عن فرق بين مربعين الحد الأول مربع والحد الثاني مربع بينهم إشارة سالبة وتحليلهم عبارة عن حاصل ضرب القوس الأول سين ناقص واحد في سين زائد واحد يساوي نحن سين طلعناها اللي هي جذر الخمسة ناقص الواحد زائد الواحد تنزل من القوس في القوس الثاني نعوض بقيمة سين جذر الخمسة ناقص واحد ناقص واحد هنا نجمع حدود متشابهة في كل قوس ناخذ القوس الأول ناقص واحد وزائد واحد يعطيني صفر يساوي الجذر التربيعي للخمسة في القوس الجذر التربيعي للخمسة ناقص واحد ناقص واحد يعطيني ناقص ناقص أثنين إذن يساوي الجذر التربيعي لخمسة في القوس الجذر التربيعي في خمسة ناقص أثنين وبشذي إحنا ممكن أن نوزع الضرب على الجمع أن نقول جذر الخمسة في جذر الخمسة يعطيني خمسة وجذر الخمسة في سالب أثنين يعطيني سالب أثنين جذر الخمسة نأتي عزيزي الطالب إلى مثال آخر من أمثلة واستخدامات المرافق أوجد قيمة التعبير سين ناقص أثنين لكل تربيع على سين زائد واحد حيث سين تساوي أثنين ناقص الجد التربيعي للثلاثة لاحظ عزيزي الطالب القيمة اللي يبيني أنا أطلعها معطيني قيمة سين ممكن أني أنا أشيل سين وعوض بقيمتها يساوي أثنين ناقص الجد التربيعي للثلاثة وهي قيمة سين ناقص أثنين لكل تربيع على أثنين ناقص جد التربيعي للثلاثة زائد الواحد هنا نجمع الحدود المتشابهة أثنين ناقص أثنين تروح يعطيني صفر سالب ثلاثة سالب الجد التربيعي للثلاثة تربيع يساوي ثلاثة هذا البسط عندي المقام أثنين زائد الواحد يعطيني ثلاثة إذن البسط يساوي سالب جد التربيعي للثلاثة تربيع على المقام ثلاثة ناقص جد التربيعي للثلاثة يساوي ثلاثة على ثلاثة ناقص جد التربيعي للثلاثة هل نشوف هل المقدار مقامه عدد نسبي؟ فنتطرق إلى أنه شو نسوي؟ نظرف في المرافق نستخدم مرافق المقام بضرب البسط والمقام في المرافق وهو ثلاثة زائد الجد التربيعي للثلاثة نتابع عزيزي الطالب حل التمرين بضرب البسط والمقام في مرافق المقام ثلاثة على ثلاثة ناقص جد التربيعي للثلاثة في ثلاثة زائد الجد التربيعي للثلاثة على ثلاثة زائد الجذر التربيعي للثلاثة يساوي ثلاثة في القوس ثلاثة زائد جذر التربيعي للثلاثة على لاحظ عزيزي الطالب أن المقام لمعي أضربه في بعض وهو حاصل ضرب تحليل الفرق بمربعين وهو مربع الأول ثلاثة لكل تربيع ناقص مربع الثاني جذر التربيعي للثلاثة تربيع يساوي ثلاثة في ثلاثة زائد الجذر التربيعي للثلاثة على ثلاثة لكل تربيع يساوي تسعة ناقص الثلاثة يساوي ثلاثة في ثلاثة زائد الجذر التربيعي للثلاثة على تسعة ناقص ثلاثة يساوي ستة لاحظ عزيزي الطالب في اختصار بين البسط والمقام نقدر نختصر الثلاثة مع الستة الثلاثة فيها الواحد والستة فيها الأثنين يساوي ثلاثة زائد الجذر التربيعي للثلاثة على الأثنين نأتي عزيزي الطالب إلى البنود الموضوعية والنوع الأول وهو في البنود من واحد إلى أثنين ظل للرمز ألف إذا كانت العبارة صحيحة وظل للرمز باء إذا كانت العبارة خاطئة ننظر إلى التمرين الأول العددان الجذر التكعيبي لأثنين وثلاثين والجذر التكعيبي للعدد أثنين مترافقا لاحظ عزيزي الطالب بما أن دليل الجذر متشابه في العددين اللي عندي فممكن أني أنا شأسوي أضرب المجذورين في بعض يعني أضرب الجذر التكعيبي لأثنين وثلاثين في أثنين يعطيني الجذر التكعيبي للعدد أربعة وستين ونحن نعرف أن الاربعة وستين مكعب العدد أربعة إذن الجذر التكعيبي للأربعة الكل تكعيب تساوي أربعة وهو العددان مترافقان والعبارة عندي عبارة صحيحة ننتقل عزيزي الطالب إلى التمرين الثاني وهو العددان ثمانية ناقص أثنين جذر الثلاثة وجذر الثلاثة زائد الأربعة مترافقان إني يشوف عزيزي الطالب العدد الأول ممكن أني أنا أطلع أثنين عام المشترك فيه أثنين عام المشترك يعطيني أثنين فيه أربعة ناقص جذر الثلاثة وأربعة ناقص جذر الثلاثة وهو مرافق العدد جذر الثلاثة زائد الأربعة إذن العبارة عندي عبارة صحيحة ننتقل عزيزي الطالب إلى النوع الآخر وهو الاختيارات المتعددة في البنود من واحد إلى أثنين لكل بند أربعة اختيارات واحدة فقط منها صحيح ظل الاختيار الدال على الاختيار الصحيح ناخذ المثال الأول التمرين الأول وهو مرافق العدد ثلاثة ناقص أثنين جذر التربيعي للثلاثة يمكن أن يكون الاختيار ألف ثلاثة زائد أثنين جذر التربيعي للثلاثة الكل تربيع با 21 زائد 12 الجذر التربيعي للثلاثة جيم ثلاثة زائد أثنين جذر التربيعي للثلاثة دال 7 زائد أربعة الجذر التربيعي للثلاثة والاختيار هو وهو مرافق العدد ثلاثة ناقص أثنين جذر الثلاثة وهو الاختيار جيم وهو ثلاثة زائد أثنين جذر التربيعي للثلاثة ننتقل إلى تمرين آخر وهو الجذر التكعيبي لأربعة أس سبعة مرافق لألف الجذر التربيعي لأربعة أس سبعة جيم الجذر التكعيبي لأثنين دال الجذر التكعيبي للعدد أربعة نأتي عزيزي الطالب إلى العدد الجذر التكعيبي لأربعة أس سبعة نأتي إلى المجذور الأربعة وهي مربع العدد أثنين فممكن أني أنا أكتبها أثنين الكل أس أثنين الكل أس سبعة أثنين الكل أس أثنين الكل أس سبعة ممكن أني أنا أقول أثنين أس الأربعة عشر لاحظ عزيزي الطالب أن دليل الجذر ثلاثة فإحنا نبي نخلي الأثنين مرفوعة لمضاعفات العدد ثلاثة فش نسوي؟ نقول أثنين كل أس أربعة عشر نضربها في أثنين أس الواحد يعطيني أثنين أس خمسة عشر والجذر التكعيبي لأثنين أس الخمسة عشر وعند ضرب المجدور في أثنين أس الواحد فالمرافق للعدد المطلوب وهو الجذر التكعيبي للعدد أثنين إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على حسن متابعتكم وإلى لقاء آخر في حلقات أخرى من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر أدبي